مجلس النواب باعتبارها أم المدن وبهذه المناسبة أكد سعادة النائب محمد العليوي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق أن مضامين الخطاب الملكية السامي تعد نبراسا يستضاء به لطريق الخير والنماء وتحقيق تطلعات جلالته أيده الله من أجل خدمة الوطن والمواطن بالتعاون والمواطنين بالتعاون مع البناء مع الحكومة المقرة من جانبه أشاد النائب حمد الدوي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق بمضامين الخطاب الملكية السامي وعبر الدوي عن عظيم فخره واعتزازه بالتوجهات السامية بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين والعمل على أحياء قص الرئيس الكبير واعتماده كأحد المقار الرئيسة للعمل ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق والتطلع إلى عودة أهلها لها من جانبها شاد سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المحرق باهتمام جلالة الملك المعظم وجهود الحكومة برئاسة ثم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل عبر العمل على أحياء قص الرئيس الكبير واعتماده كأحد المقار الرئيسة للعمل مؤكدا على ما تحظى به المحرق من معالم حضرية عريقة من جهته وصف سعادة السيد عبدالله حسن الضاعن عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة بمحافظة المحرق كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور العقاد بالشمولية والموضوعية وأكد على أن رؤية جلالة الحكيمة تأتي انطلاقا نحو مستقبل مستدام مبني على قواعد قوية تربط بين الماضي والحاضر وتؤسس لمستقبل متصل الجذور ترجمة نانسي قنقر